أخيراً بدأت تحركات حكومية لمد جسور قطعتها الحرب ومحاولة باعث الروح فيها من جديد فالحرب عطلت انتيازات عديدة يحظى بها اليمنيون في عدد من العواصم العربية وهو أمر طبيعي باعتبار اليمن منكوباً بالصراعات ولا تستطيع مطارات العالم استقبال آلاف من اليمنيين يجدون في السفر ملجأاً آمناً بديلاً للموت بقذيفة أو رصاصة ما جمهورية مصر العربية من كانت تستقبل العديد من اليمنيين في أرضها دون فرض تأشيرات الدخول عليهم حتى باتت تفرض إجراءات أمنية مجددة أقفلت بموجبها القاهرة أبوابها في وجوه اليمنيين الحكومة اليمنية بعد أكثر من عام ونصف على تلك الإجراءات قررت التحرك مؤخراً عبر زيارة قام بها رئيس الوزراء أحمد بن دغر تم الاتفاق خلالها مع المسؤولين في القاهرة على تسهيل الزيارة وإقامة اليمنيين في مصر والأيام المقبلة كفيلة بإظهار نجاح أو فشل تلك التحركات العاصمة الأردنية عمان لم تكن بعيدة عن دائرة التحركات الحكومية حيث قام وفد رفيع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حسين محمد عرب بإجراء مباحثات مع المسؤولين الأردنيين نتج عنها وعود من السلطات الأردنية لمنح تسهيلات لليمنيين الزائرين والمقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية تحركات بسيطة لكن ثمارها ستكون كبيرة وتخدم ألف اليمنيين الذين انقطعت بهم السبل وشعروا لفترات طويلة أنهم بلا سند أو دولة تحمي ظهورهم في بلاد الآخرين وجه آخر لتلك التحركات التي قد تشير لتحركات الحكومة الشرعية لسحب البساط شيئا فشيئا من تحت أقدام تحالف الميليشي الحث والمخلوع وبدء مرحلة إعادة العلاقات الخارجية لتسهيل أمور اليمنيين في الخارج